رحبا حضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل كلين اللي لاحظنا وعارفين انه اصابات كورونا بدأت تاني تزيد والنفترض ان الكل باع عنده وعي بالاجراءات الاحترازية اللي بتساعد بشكل كبير قوي في مواجهة الفيروس واكيد بتقلل انتشاره بين المواطنين ايه اللي حصل وليه تاني الفيروس رجع وليه تاني بيزيد خلونا نتطمن على الوضع الوبائي الحالي والاستعدادات اللي بتتم في المستشفيات من الضفنة اللي بنوارنا في الستوديو الدكتور ماهر الجرحي نائب مدير مستشفى حميات امباب اهلا وسهلا سباح الخير على الحضر سباح الخير يعني في البداية ناس كتيرا قوي دلوقتي تقولك ده أنا عندي برد ده أنا عندي برد المروحة يعني هل برد المروحة ولا فعلا الاعداد التاني بتزيد مرة تانية الفيروس كورونا طبعا هو سؤال يعني يحتزى به ان الايام دي خصوصا مفيش حاجة اسمها برد في زيادة في الاصابات بفيروس كورونا ولكن احنا عادينا نطمن المواطنين كلهم ان الاصابة اللي موجودة دلوقتي ما هيش اللي موجودة في عشرين عشرين ولا واحد وعشرين بمعنى ايه ان حصل ميوتيشن او الجينات الموجودة للفيروس كوفيد ناينتين تحورت تحور اللي هو في المجهة السادسة اللي احنا فيها دلوقتي ولكن بنسبة الاصابة اللي موجودة عالية قوي ولكن الحدة بتاعتها قليلها بمعنى ايه بمعنى احنا اخذ بالنا قوي قوي ان مش اي حاجة دي نازل برد لاني للأسف لقيت ناس كتيرة جايالي حتى في الكالينيك بتاعي يقول لها دكتور مهر احنا عندي نازل برد مش عايز يسمع كلمة كوفيد ناينتين او كورونا لاني طبعا اللي شفناه من سنتين ونص اللي فات انت عارف بداية الكورونا كان ديسمبر 2019 وبعدين جات في مصر عشرين عشرين وبعدين ابتدت تستمر يعني سنتين ونص سنتين ونص فقدنا ناس كتير سنتين ونص وكانت المعالم مش موجودة كويس قوي في الاول طبعا لكن احنا الحمد لله دينا نجاحنا بنسبة اكتر من خمسة وصفين في المية في مقامة كوفيد ناينتين عن طريق الجهود اللي اتعملت في وزارة الصحة وده يحتزى بيه على مطول العالم كل لكن احنا دلوقتي عايزين نخلي بالنا من نقطة مهمة قوي مش اي التفاع في درجة الحرارة وفي نفس الوقت زكام يقولك ده نزل ببرد لا ما فيش مشاكل طبعا هو فيه عوامل بتأثر على ظهور فيروس كورونا بمعنى ايه ان دايما فيه غلطات بتحصل واحنا متعودين عليها من زمان يبقى الاخ مثلا جاي في منطقة حرى ويوقف قدام مروحة او ينام المروحة عليه ومسالات عليه وده شيء مبزع هو ده فعلا اللي بيساعد على انشار الفيروس انا عايز اقول بس حتة مهمة قوي فيروس كورونا مش هيروح بمعنى ايه ده فيروس ربنا خلقه هيفضل معانا بس احنا بنتكلم عالجائحة راحت طول ما راحتش يعني ايه كلمة الجائحة راحت طول ما راحتش هل الجائحة لسه موجودة بشدتها وفضاعتها وعدم المعرفة بيه كاملة ولا لا لا هي اكثر انتشارا لكن اقل حدة من اللي كان موجود سنة 2021 طيب انا دلوات عايز اقول علامات معينة تخلي بالك منها او العلامات اللي موجودة اي اصدع موجود ارتفاع في درجة الهاتف 3-4 تيام مش عايزة تنزل تهميد في الجسم التزوق والشم حصل له ألام حدة في البطل اسهال ألام في الزور ده مهمة جدا ألام في الزور لان البوابة الرئيسية لدخول فيروس كوفيد 19 الجهاز العلو التنفس فأول علامة المريض يقول عليها انا عندي ألام في يا دكتور ماهر مثلا موجود في الزور حطه على طول كوفيد 19 طب احنا كده بنزعج الناس لا ما بنزعجهمش انا بقولك من خلال برنامج تاع ساعتك حتى لو فيه كورونا في المجسدس اللي احنا فيها لان طبعا فيه انتشار موجود دلوقتي فعلا نتيجة لكذا عامل هنتكلم عليهم قدام لا اعتبر كوفيد 19 وروح للطبيب المعالج ليه وفيش جاعة للجوء الاستيضالي طبعا كلهم ناس محترمة وعلى مستوى عالم العلم لكن الطبيب هيشخص لان ما فيش حاجة اسمها دواء أو برتكول خاص لناس كلها انا بفصل او بقول للدواء ده مناسب للمريض اللي قدامي ممكن عنده سكر مفقا للحالة المرضية الخاصة بالمريض بالزبط بكل مريض يختلف عن الوقر مفيش بقى خلاص يعني احنا اعتقد اللي احنا اصبحنا يعني اكثر وعيا واكثر ابراكا وما داش فيه استخدام او لجوء لما يسمى بالطب البديل يعني طب الاعشاب وغيره من لا اعشاب لا لا طبعا كلام ده انتهى خالص يا دكتور مهل احنا دلوقتي انتهى الوباء واعتقد اللي احنا خلاص العالم كله لم يعود يعيش فيه وباء جائحة كورونا النهاردة ازاي اتعامل مع الموجة الجديدة من فيروس كورونا من خلال سلوكي يعني احنا عاوزين نحط كده نكتب روشتة كده تبقى سلوك او نمط حياة وانا عارف اللي احنا خلاص المفوض اللي احنا كلنا اصبحنا اسات زفية يعني لكن برضو نذكر المواطنين ازاي اللي انا من خلال سلوكي قادر لنا اقي نفسي واقي كل ما نحاولي انت عايز رأيي انا ارجع لسنة عشرين بمعنى ايه تبعوا اكتمام ايه كمامات استنى بس استنى زي ما كنا بنخاف وزي ما كنا الكحول الموجود والاكر في البيت تتنظف والنظافة الشخصية موجودة وي 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 سنة عشرين واحد وعشرين حتى جميع مستويات اكر البيوت بازت من الكلور يا دكتور معلش طبعا كانت فالقصة كلها اللي انا عايز اقول لحضرك عليها زي افتكر سنة عشرين اعملها دلوقتي انا نفسي بقول لا الانتشار زيت شوية لكن مش بسرعة تفزع والعزل في المستشفى قليل يعني اه ممكن تكون الاجبال على العيدات الخارجية كتير لكن العزل نفسه الداخلي في المستشفى قليل نسبة الوفيات قليل دي راجع للتطايم واللقاحات لا راجع لحاجتين الحاجة الاولانية المناعة الطبيعية الحاجة التانية المناعة المكتز اللي هي مناعة القطيع طيب احنا نعرفهم ازاي المناعة الطبيعية كل واحد منا حتى لو ما خدش باله في سنة عشرين واحد وعشرين جالوا كورونا ما الكورونا دي جات لبعض الناس ما عارفتش صحيح جات بصورة خفيفة الكورونا دي اللي أنا قلت من شوية انا متأكد من كده اه اللي أنا قلت من شوية الكورونا فيه بارييشن جامد او فيها فيه اختلاف من واحد للتاني طيب دكتور هو في حد ممكن يجي له كورونا مرة وفجأة نلاقيه جالوا مرة واثنين وثلاثة واربعة هل كورونا بتضعف المناعة وليه اللي تلقى اللقاح ممكن برضو يصاب بكورونا ده سؤال جميل قوي احنا قلنا فيه نوعين من المناعة فيه مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة ايه الفرق بينهم المناعة الطبيعية ان انا جيت زي ما ساعدتك قلت من شوية اتعرضت لفيروس كوفيد نينتين كذا مرة بس لازم على الاقل هيكون بينهم أربع خمس ستة شهور ده انت لو يعني حظك سيء الله يعرف ناس بيجي لهم والله بيبقوا لستا عملوا مسحات صعب شوية كلامك صعب لا فيه 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 ناس احنا عشبنا ناس كده يعني مجرد انتهاء المرض عنده بمسحة واثنين وثلاثة وتأكد من عدم موجودها أقل اسبوع أو اثنين وبتلاقي تصد تاني ده من نظمة الصحة العالمية ريكورد البتلو ده وقت مختلف تماما احنا بنختلع طبك بس ولاي فعلا ده موجود يعني حصل عند حد من زمانين أقول لك أنا لدي ده بالباقي يعني هفهمها لك كده بصورة بسيطة يعني اللي بيصاب بحاجة زي دي على أقل بيبقى فيه مناعة على أقل أربعة لستة شهور يعني حتى باللوجيك يعني لكن لكن خلينا نتكلم في الحالات العادية اللي مثلا جالوا كورونا مرة ما بينها أربع شهور تاني وثلاثة ورابعة جالوا بعدها كورونا وما بينهم بالعكس ده حظه كويس بس ما يطلع على خير خلاص طبيعية طيب ما ده شيء جميل بس أنا عايز ألوك على معلومة أنا مش عايز المناعة الطبيعية دي لتجي لكل الناس لأن مش كل الناس هتستحمل كذا أصابة من فيروس كورونا في نفس الوقت يعني ساعتك بطول أربع خمس ستة مرات مش كله هيستحملها في ناس عندها عوامل جوة الجسم نفسها ما تهيأش نتستقبل فيروس كورونا صحيح مين هم دول في ناس كتير قوي مارد ده أولا كبار الثاني تاني حاجة الناس عندها الدق السكر الناس عندها كسر في المناعة وده كتير قوي والناس عندها بقى حاجة بعد عن الذكر بطاعتك ما يستطيع لفكر فيها مين تبقى خاف عليهمデلوقتي كبار الثاني لا أطفال لا الناس التي تعبان نفسية عروستي الناس التي تعبان نفسية اللي هي النفس دايما بتفكر وعندها استرس ده أوجدٍ استرس بيساعد على تقليل مناعة الجسم حتى تصلى عز دايما ايه الفريش كده واللي بيضحك والموضوع دايما ما بيصابش كتير أو دايما صح بيقولك الزعل بيمرد بالضبط نعمل دعوة من هنا للتفاؤل والبهجة بالضبط يعني أنا أقول لحضرتك الناس اللي هي بتلعب جام وبتجري ومهمهاش حد وشايل للدنيا والهم بتاع الدنيا وراء دهراء والله دول فعلا بيبقوا زي الفل في جميع سيبك من كوفيد ناينتين أو كورونا بيبقوا الهايبرتينش دغط ما فيش ولا سكر ولا كلام ده لا بجد بتلاقي الدنيا معهم مش كويسة لكن أنا أنا عايزة أقول لحضرتك هنقولنا ريسك فاكتور اللي هو اللي لازم نخلي بالنا منه الناس اللي الكبار في السند رقم واحد رقم اتنين اللي عندهم سكر تلاتة اللي عندهم قلب أربعة اللي عندهم كسر في المناعة زي ما قلنا من شوية الخامسة الناس اللي هي عندها أصلا روماتويد وفي نفس الوقت اللي هو مشاكل منها بتاخد أدوية بتساعد على أن المناعيتها بتقاش كويسة كل دول نخلي بالنا منهم ونحط تحتهم متى خطة أحمر طيب النصيحة لحضرتك توجيها لكبار السن تحديدا اللي لم يتلقوا حتى هذه اللحظة الجرعات نخلي بالهم من صغار السن بمعنى حلو قوي انتوا عارفين كبار السن دول أصلا مشكلتهم إيه الاحتكاك بالصغار الأمراض المزمنة الأحفاد بمعنى إيه الأحفاد دايما بيجي لهم مقوم من قلد كتير ولا لا صحيح صحيح الكمون كل دي يجي على جده يبوسه يجي على أننا يبوسه يحضنها ده فنتها القطولة دلوقتي وخاصة إذا كان عنده حرارة عالية أو مثلا جد صعبان عليه الحفيد وياخده في حضنه هو هيطلع هيطلع الأصفال على فكرة لو عملنا لهم مساحات هتلاقوا كتير قوي عدد كتير قوي منهم وعلى فكرة عايز ألوك على معلومة مش عارف بعيد عنك ولا لا إن كمية الإصابة كانت زايدة في مصر مش من الأساسي الأطفال بمعنى إيه الأطفال دول دايما بيجروا هنا وبيجروا هنا ويتعرضوا بس هم عندهم مناعة بيور أو مناعة أكثر لسه يعني لا مش مناعة بيور آسف المناعة بتاعتهم كويسة بس هم أكثر عرضة لنزلات البردية أكثر إيه؟ عرضة لنزلات البردية عشان كده أول نصيحة نقولها كبار السيتاب تاني نصيحة نديهم فيتامين دال على فكرة يا جماعة في مشكلة في مصر نقص فيتامين دال كبير نقص فيتامين دال كبير إحنا من الناس اللي مش دايما نقص برافو عليك فتر تربع مش عايزة أقولك كتير أو لو عملنا سير باي هنلاقي إن فيتامين دال نقص أول ناس كتير أمانة صحيح سواء كان الجلق أو في ميل لأن انت عارف طريقتها إيه عشان ييجي الفيتامين دال لازم نبقى معرضين للشمس وإحنا أولا عندنا هنا مكان يتعرض ليه ولو حصل هيبقى بالنسبة للشعب المصري يعني مش يبقى التصرف الطبيعي إن تعرض نفسك للشمس ومكلمة تعرض مش بالملابس لازم يكون الجلد على صنع طب تاني حاجة بقى نخلي بقى بيتامين سي والزينك طب أنا بقى ولا عايز أخد أدوية خالص يعني هنا فيتامين سي ماشي بس الزينك تحديداً لابد من تناوله بجرعات مؤتدة لسا كنت هكلم الحمد تاني معاك إن الزينك خصوصاً لازم يتاخد بحذر مع الناس الكبار في السن لأن زيادته غلط ونصه طبعاً غلط لكن القصة الأساسية في القصة دي إن لو لقيت حد كبير في السن بعمله عزل الأيام دي خصوصاً لو عندك حد مصاب دكتور ماهر خلاصة هذا الكلام كله يعني لو حديك سمحتني فكرة اللي إحنا نرجع زي ما حديك أكد للإجراءات الاحترازية التي تم اتخابها منذ انتشار بايروس كورونا في بدايته علشان خاطر أحمي نفسي أحمي كل اللي حوالي وكل اللي محيطين بي حتى في نشاطي اليوم طبيعي دكتور ماهر الجرحي نائب مدير مستشفيات حميات البابة هك نورتنا وشرفتنا وربنا أحفاظ الجميع شكراً لي كده بايروس